اجتماع داروا واحد الاجتماع وصفتو الفرنسا باش يمشي تاوي نيقوصي لهم عالقبة الحديدية ومعوا واقلا السلعكاوي السمع عندو واقلا راهولا شوية مشي تاليه مش هالفرنسا رجع ربليهم بالقبة عالحديدية اه شوف قولنا القبة لا شوف القبة الحديدية توجد فقط عند اسرائيل وعند المغرب ما كانش تقول لهم وعند الجزائراتي عند القبة عالحديدية نعم لراجب لهم هو القبة عالحديدية السلعكاوي وش ماش تشاهدك وش ماش تشاهدك لازم دوله لا شوف شوف شنقريحة كان خصو يفهم على ان ذيك القبعة وان ذاك السل ديال الحمام القديم اللي دروا على الراس هذه كانت رسالة موجهة الى الدولة الجزائرية اننا الهار اللي دخلنا لبلادكم دخلنا بهذه القبعات بهذه الخودات بهذه الكاسك واللي كيحمل ذاك الكاسك في القراد يالو كابران يعني كابران هو لتذكير من فرنسا تريد أن تذكر سعيد شنقريحة على أنه راك تخرج من عندنا من هنا كابران وأرسلناك للاندمام للجيش الجزائري كابران تحرص مصالح فرنسا لأنه كان يعتقد على أن الوقت اللي غاديم شئوا الفرنسا غاديجي متن ما واحد اللي قالوا صحيح اللي تسلموا الفرنسا مثلا الجنرال دوكور دارمي ولا ماريشال علاش الله ولكن من اللي دروا له ذاك الكاسك على الرأس هو داروا على الرأس وفرحان ماريشال أنها رسالة فرنسية لك تقول له ليه والدولة الجزائرية وللكابران تنسف عنها أرسلناكم كابرانات مثل الكابرانات الذين كانوا يحملون هذه الخودة أنتم الكابرانات بحالكم بحال الكابرانات اللي يدخل مع الجيش الفرنسي سنة 1830 لاستعمار الجزائر واستعمار المغرب والأوسط وحراسة مصالح فرنسا في الجزائر متى أولئك الحراس انت 1830 وانتم دخلناكم كحراس بالقراد كابران للجزائر سنة سنة 1962 مهما كان القراد ديلكم في الجزائر ولكن عندنا حرية راكل كابرانات دينا واخذ هذا الكاسك ديره على الرأس باش ما تنساش رأسك انك كابران دينا الفرنسا هذه الرسالة التي فوتها ماكرون من خلال هذا الكاسك اللي اعتاولوا وخاكين واحد السؤال السي العكاوي له علاقة بفرنسا والجزائر مثلا من التي قلو لنا تنهضروا مع هاد الناس على الاستقلال أو شيء من هاد القبيل فكيتكلموا لنا على أن هاد الناس هادو رجوا التوار والتوريين وقاتلوا وحرروا الأرض بالدم وكذا وكذا هل فعلا هذا التوار جابوا الاستقلال كما يقولون بالدم نحن في المغرب لا ننكر الدماء انت على المجاهدين والشهداء لا ننكر كذلك الدماء انت على المغرب غاربة اللي قاجوا معهم لما المغرب استخل عدد كبير بين المئات والمئات اللي جندوا مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية ودخلوا من بركان ومن ناظر ومن حسيمة ومن وجدا ومن فيقيق ومن بعرفا ومن توسنت ومن جرادا ومن توريت هذا كلهم التحق بجمال التحرير الوطني الجزائرية وإلا كانوا هما رجال يفتحوا من الفات ونشوفوا وش كانوا ثمان مغربة ولا ما كانوش وليح الآن احنا عندنا مغربة اللي كانت لما كانت الحدود المفتوحة كانوا يمشيوا الجزائر وذلك صندوق ديال المجاهدين كيساعدهم مدين هذا دليل على أن المغربة كانوا في طالعة المقاومين وجيش التحرير وفي طالعة الشهداء كذلك احنا ما ننقروش هالدم لكن أن نقول على أن الجزائر جابتها بالدم وما كانش المفاوضات هذه اللي ما نقولوهاش أنا قدامي واحد المجموعة ديال الوثائق أنا جبتهم هذو وثائق وغذي أنا نأخذه منهم اليوم غير واحد الجزء منتعة التنازلات اللي أعطاها هو ريبوم دين وبنبل والناس اللي كانوا معاه هذو كذلك هل تتشوف أنا مسترع النقاط الرئيسية بالصفر هل تتشوف وهانتا تشوف هذو بلما نوريكم هذو هذو كامل لك لأن هذة الحلقة ما غادش فيني باش نعطيكم كل شي كل شي المعلومات اللي موجودين عندي في هذة الوثائق لذلك غادش تشاور مع الإخوان إلا باغيين باش نجبدلهم شوية من هذ التنازلات انتع الجزائر وجه السؤال انتع لهم ورغم يسمعوه إلا بغاو يكتبوه كما التعليق على أنهم مستعدين باش يعني يعني القادية ما فيهاش دم يعني القادية السلعكاوي ما فيهاش دم فيها تنازلات من أجل الاستقلال ماش كاين كاين دم ماش ما كانش وكاين المجهدين ماش ما كانش وكاين شو دائما غاربة بالمئات ولكن كاين تنازلات كبيرة اللي الوقت اللي شافتها الاتحاد السوفيتي أيام برجنيف وشافها جمال عبد الناصر رأى شافوها بال تضرب الاستقلال الجزائري في العمق واخا عطينا التنازلات احنا مستعدين على سبيل المثال السلعكاوي عطينا مثلا التنازلات اللي قدمت الجزائر مثلا واخا كل واحد كيتسأل كيقول في الوثيقة الاتفاقية اللي كانت كوثيقة أساسية ما بين فرنسا والجزائر فيها أن الجزائر مستقلة متعاونة مع فرنسا هذا الشرط إذا أريد الاستقلال سيتعاون معنا حيث عندنا فرنسا رفضت نساحب من صحراء ومن مرسال كبير لأنها مصالح البترول ومصالح أسكري ومصالح التجارب النووية والكيموية والساروخية ولهذا كتقول مدامت في حاجة للبترول قبل المفاوض الجزائري بامتلاكها لكل الحقول المكتشفة جزائر ومصالح 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 الجزائر تدفاقت النسبان تاع ضريبة 20% يعني هذا الشيء باقي نخدم الآن السلع الكاوي باقي صحبي باقي أقول لك ماذا الحياة هذا موجود موجود في التفاقية ماذا الحياة الاتفاقية اسمت الاتفاقية السلع الكاوي الاتفاقية التي داروها إلى الجزائر قبلت هذه الشرور في الفرنسا نعطيها الاستقلال و الجزائر قبلت سبعة والثمانية في العظار هذا كلام خطير الناس التي يقول نحن مستقلين نحن نخدم استقلال نحن نخدم نحن نحن على وقف إطلاق النار وتشكيل لجان مشتركة تشرف على وقف إطلاق النار وإلزام جيش الحدود ما كانه في تونس ونحية وجداء إلى غاية الاستفتاء لتقرير المصير الجزائر متعاونة مع فرنسا الذي جر بتاريخ واحد سبعة وتسعمية وتنسل ياك نزيدوا التفاوض على اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر بشرط تعاون مع فرنسا فيما تفاوضوا عليه يستفتي الشعبين الجزائري والفرنسي على اتفاقية أفيان اتفاقية أفيان تم تسميتها بهذه العبارة التصريحات الحكومية 19 مارس 1962 وقت جار استفتاء الشعب الفرنسي على بونود أفيان أي تصريحات الحكومية بتاريخ 8 أغريل 1962 وزار استفتاء الشعوب التي تسكن الجزائر فيها جزائريين وفرنسيين ويهود أي تصريحات الحكومية بتاريخ واحد يوليوز 1962 التفاوض على إطلاق سراح كل السجنة بمرسوم عفو شامل من الطرفين بواسطة الصليب لهلال أحمر بتاريخ 19 مارس 1962 التفاوض أي انتقام من أي شخص كان له مواقف ضد فرنسا أو ضد الثورة هذا تنازلات التفاوض على تسهيئة انفيدية مؤقتة في 12 عضو ثلاثة فرنسيين جزائريين من جباد تحرير وثلاثة جزائريين مستقلين يشرفوا على حال مرحلة انتقالية تبدي في 19 مارس 1962 إلى 20 سبتمبر 1962 كانت جرافية الثانية انتخابات فيها استفتاء تقرير المصير واستفتاء انقل السلطة من هي التنفيذية المؤقتة إلى المجلس التنفيذية النقاط التفاوض على البيترول والغاز في السحراء وتحتفظ فرنسا كنتسمع هذا التفاوض على البيترول والغاز في السحراء وتحتفظ فرنسا بكل الحقول التي للشركات الفرنسية تسعة روح غاز حقول لهم فرنسا قبل تسعة مارس 1962 وبعد الاستخدار تجدد له الرخص المنجمية المتحصل عليها فترة الاحتلال كل خمس سنوات من طرف الدولة الجزائرية إلى العبد يعني يعني بدون 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 شرط أو قيد ما تغنيلي لا شوف شوف هذه ما تغنيلي لا بالليلي بالليلي والقبعة الفيني فرنسا تشدد تسعة ديال الابار كبار مناجم ديال البترول والغاز ف تسعتاش تلاثة ألف وتسع قبل تسعتاش تلاثة ألف وتسعم واثنين وستين وقالت الجزائر إلا بغيت نعطيك الاستقلال ديالك غادي توقع هذا الكنترات كل خمس سنة جديهم إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها ووقعت الجزائر عليها وفرنسا غرنت لها يمين 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 نعم سيدي العكاو لا أخبوا تالي براها معنا وقد نزيد لكم نعم التفاوض على جعل القوانين الفرنسية في مجال المحروقات الصادرة قبل وقف إطلاق النار هي التي تكون سرية يعني سعر الضرائب على النقل والبيع لا يتغير ما هذا كي يقول له لكن ذاك البيترون يتقاملنا في درهم واحد باش نشبدوه أراكم ذاك درهم تسالوا غير 20% و80% دينا التفاوض أسماع التفاوض على القواعد العسكرية للتجارب النووية في سحراء أدراء وتمرس تبقى فيها فرنس من خمس سنة خمس سنة في تاريخ سبعة واحد سبعة 1967 أرقان بدران و إنكر بان إمقلتها من راست وهذا الكون تركت جدد التفاوض على القواعد العسكرية للتجارب الكيميائية في سحراء بالشهر والنموس خمس سنوات حتى لسبعة وستين باش تتفضي ذلك التجارب النووية والكيميائية التفاوض القواعد العسكرية الصاروخية التي تحمل الأقمار الصناعية في سحراء بالشهر موقع ماقر بلدية العبدال والتفاوض الجيال مرسى الكبير بوهران لتخزين القناة النووية لمدة 15 سنة التفاوض على مصير مليون فرنسي لهم الحال في الجزائر التفاوض على أن الفرنسيين المقيمين بالجزائر المحتفظين بالجنسية الفرنسية يبقى يعيش في الجزائر لا تمس ممتاز كافي باش يمشي البلد التفاوض بالجنسية العسكرية التفاوض على بعض المدارس الفرنسية تبقى المدارس وللفرنسيين في الجزائر التفاوض على ملكية فرنسا لبعض المطارات خاصة مطار السحراء ومطار بوسفر ومطار لارتيج يعني فرنسا والجنود للخطوط تنتعي التليفون وهرن بشار بمركز سعيدة مشرية عن سفر وهرن عن نابا بوزيزي ورادارة الرغاية وبوزيزي التفاوض على إنشاء هي مختلطة لتصير المشترك لبعض مطارة الشمال تستغلهم القوات الفرنسية وعمال المحروقات والتجارب العسكرية للمشاهدة هذا غير واحد من تنازلات دي الجزائر لفرنسا تحياتي السلع كوي خلي اشتركوا في القناة